بسم الله بديت وعلى النبي محمد صليت قصتنا اليوم من التراث القديم قبل ما نبدأ ونصله على النبي العدنان الفصلات واسلام عليه المثل يقول الجرح يبرع وكلام العيب ما يتنسى ما يبرع كان يا مكان يا سادة يا كرام يحكو ناس زمان على مرأة اسمها جبرع كانت متزوجة بواحد وعايشة لبس عليها لكن تخلى الشيطان بيناتهم وتعاركت هي ورجلها طلقها رجلها وارمى عليها يمين اطلاق مسكينة وظلمها وارمها في الرود ظلامت الدنيا في عينيها ما لقيت وين تروح خرجت من الدار تايها تمشي 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 وخايفة وحزينة من جيها ما تقدرش ترجع على دارهم لخطرش باباها وخاوتها صعاب من جيها اخرين الخايفة من الجيران ومن كلم الناس وكما تعرفوا نساة يرموا الهدرة والمعاني بزاف وريحين يوصلوها قررت باش تشوف مكان اخر تعيش فيه المهم جبرع ماشية 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 حتى لقات روحة في الغابة زادت مشات حتى لقات روحة وسط الغابة في الليل والظلام ظلمت الدنيا عليها جيت بحذة وحدة الشجرة وقاعدت تستنى حتى يطلع عليها النهار وتخمن باش تلقى حل عمرها ولهذا المشاكل اللي راهي فيها وهي قاعدة سمعت صوت من نوراها دارت القاتل الأسد يعني الصيد كما نقولو مالك الغابة اظهر عليها وقالها والجابك عندنا بغيتي تموتي قالت له شكون انت منخوفها قالت له ما تكنيش ما تكنيش راني راني غيظة ودرت الطريق وما لقيت وين الروح قالها واش حكايتك يا مره قالت له كنت متزوجة وراجلي ظلمني وطلقني وخرجني بالباطل ومن الدار وما لقيت وين الروح قالها وعلاش ما عندك شوالديك وخاوتك وعيلتك كملت حكايت له الحكاية وهي تبكي غضاته وعجباته خمه ممليح وعرضه عليها الزواج قالت منخوفها وهي تصبر في روحها ما عليهش نديه باش يحميني واش خير من الصيد فيه هو ملك الغابة وين نلقى احسن من الصيد عيشت معاه وفاتت ايام وشهور وكان كل يوم يروح يصيد ويجيب لها نهار يجيب لها غزالة ونهار يجيب لها حسان ونهار يجيب لها ارنب وكل يوم يجيب لها حاجة وهي تنوت تنصب الكانون تشوي وتاكل وترقد هيا فاتت شهور وفاتت احوام وهي بدت عليها الحزن وتفكر في هلها وناسها قالها تفكري في عائلتك اتوحشتيهم قاتلوا ايه اتوحشتهم بزاف وحب ما قالها شوف ارقدي وغضواء نديرو لها حل حبي فرحها قالها اذا بغيتي انوصلك تقعدي عندهم ثلاثي ايام بالعدد وفي نهار الثالث من المغرب انجي نديك اتفاهموا من غضوة راح وصلها لبلادها وقدام الباب خلاها حتى دخلت ورجعوا للغابة كي شافوها دارهم سألوها على غيابها وقعدوا سمعوا قصتها رحبوا بيها وقالولها وضرق راكي مهنية لباس علي قالت لهم الحمد لله اشكون كيفي انا متزوجة الصيد اسد الغابة يخاف علي ومهنيني ومدلني وكل يوم يجيب لي في الصيادة وانا نشوي وناكل ايا تطمن عليها شوية دارهم والجيرين حيرين واحدة تقول كوان حتى نايا كون غير تزوج صيد خير من هالمشوم الراجل اللي راني ما اخذته كل يوم راني في المشاكل الاخرى تقول لها لا نتزوج الصيد باش نهار ندي تعاركة نوية يكني المهم هي بقى تحكي لهم قالت لهم راني عايشة في نعيم لو كان نطلب الحم لو غزالي جيني استغربوا من حكايتها في البداية وكي شافوها فرحانة ما بغاوش يقلقوها امها حست بقلبها ما هوش مهنيها وبقى تحقابها مدة ثلاث يام وهي يا بنتي يقوليلي راكم هنيا صح مع الصيد ولا تقوليها قدام الناس برك بعد ثلاث يام قدم الصيد يمشي وقالوا نروح مع الصباح خير وصل للدار ما حبش يدق دق الباب قعد البر يصنى فيه وقال خليني نستنى الوقت اللي تفهمنا عليه هنا وجبراء وهو قاعد قدام الباب يستنى واسمحها تتكلم مع امها قالت لها امها الصيد عنده فرد حاجة مقلقتني هيا ريحة الكاريهة انتع فمه فمه راه يفوح اسمحها قساته بزاف هذه الكلمة وتقلق وما قداش يصبر ودق دق على الباب في الوقت اللي تفاهموا ليه وقالها هيا تروحي معي روحة المخلوقة تمشي وتحكي له واش اصرا معاها الا انه كان شوي ما تغير عليها وهو شي كي عادتو كانت تقول له شبيك مقلق شبيك مكش تهضر معايا شبيك يقولها لا راني تعبان راني تعبان المهم نهار كانت تمشي معاه في الغابة يمشوا يمشوا قالها اضربيني بالفاس قالت له انا نضربك ما نقدرش قالها قدت لك اضربيني في الجبهة في راسي قالت له ما نقدرش نضربك كيفاش نضربك وانتا راك مولى بيتي وراجلي ومستحفظ بيا لا لا ما نقدرش قالها اضربيني ولا ناكلك خافت من خافت ومن خوفها هزت الفاس وضرباته على الرأس وبدأ الدم يجري وهزت من قدامها الحشيش وبدأت تحط فيه فوق الجرح الدم يجري وهي يتنحي فيه الحشيش وتحط حتى حبس حتى حبس الدم روحوا للدار وبقى تداوي فيه مدة شهر وبعد شهر بدأ يرتاح الجرح قالت له الحمدولة على اسلام تقول جرح انتاعة كبرى وناضط اتزغرت اتزغرت قال له اوسكتي اوسكتي اللي فمو ناتن ما يزغرتوش عليه قالت له واش تقول وشني هاد الكلام اخذر فيها فهمة قصده قال هالجرح يبرى يا جبرى وكلام العيب ما يتنسى ما يبرى وتلاحى عليها وكلاها قصة الغابة وهاد الكلام معناه الانسان ما يوجعش الناس للمغزن تاعه من هاد القصة ان الانسان ما يوجعش الناس بالكلام وخاصة اذا الناس كانوا حسنوا ليك وعملو لك الواجب وفوق الواجب لان الكلمة ممكن تطيح لارواح لا تنسوا البصمة ولا تنسوا اللايك وفي حكاية اخرى من التراث الجزائري ان شاء الله وتسبحونا على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر